للمتابعة نزموا علينا من الرباط سيد مصطفى عماي الباحث المختص في شؤون الصحراء المغربية سيد مصطفى المغرب أكدت أنها سترد على كل هذه الخروقات من قبل جمهة البوليزاريو ما هي الأوراق التي بيدها؟ ما طبيعة الخيارات المتاحة أمام المغرب للرد؟ أولا المغرب تحكمه الشرعية الدولية واحترامه لها فالمغرب يعني يحترم كل ما صدر عن مجلس الأمن الدولي منذ بدء وقف اطلاق النار سنة 1991 بحيث تم اعتماد المنطقة العازلة منطقة عازلة ويحضر فيها أي تحرك عسكري من كلا الطرفين هذا هو مرجع المغرب ثم إن قرار مجلس الأمن 24-14 الصادر في 27 أبريل 2018 فرض على جبهة البوليزاريو انسحاب من القرقرات وهذا ما التزمت به أثناء زيارة هوس كولر لمخيمات اللاجئين في 26 يونيو 2018 حيث أبلغه لأعضاء مجلس الأمن الدولي يوم 8 أغش 2018 أبلغهم تزام الجبهة البوليزاريو بالانسحاب من منطقة القرقرات من المنطقة العازلة وحضر أي نشاط فيها عسكري التزاما بمنود وقف اطلاق النار التي وقع عليها الطرفين سنة 1991 وبالتالي في ذلك القرار ملزم لجبهة البوليزاريو واليوم أي تحرك لها في هذا الإطار هو خرق للشرعية الدولية وعدم احترام لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وهيئة الهم المتحدة على الرغم من عدم التوصل إلى نتائج ملموسة خلال مفاوضات جينيف محادثات الطاولة المستديرة إلا أنه بشكل عام انتهت هذه المحادثات بجو يسوده التفاؤل أدى إلى الاتفاق على عقد جولة محادثات جديدة ما مصير هذه الجولة اليوم بعد هذه الاستفزازات والانتهاكات من قبل البوليزاريو نعم نجاح المرحلة الأولى من المائدة المستديرة بجونيف هو ما جعل جبهة البوليزاريو اليوم تقوم بعمل سهروب إلى الأمام بحيث أنها تريد أن تشوش على المرحلة الثانية والتي ربما لا تخدم أجنداتها التي لطالما تباكت بها على المنتظم الدولي فالبوليزاريو اليوم محاصرة ديبلوماسيا وسياسيا في جميع المنابر وفي الداخل في الأقاليم الصحراوية اليوم نعيش حالة استقرار وانخراط في البناء المسلسل التنموي والمسلسل الديمقراطي في المملكة المغربية خارجيا على مستوى إفريقيا لم تعد هناك تلك الأذان الصاغية لذلك الخطاب العدمي الذي لطالما تغنت به اليوم إفريقيا منخرطة مع المغرب ودعم مجهوداته في إيجاد حل قديل الصحراء في طار شرعية الدولية وفي طار ما يتوصل له الطرفان عن طريق مجلس الأمن الدولي يحترم إرادة الطرفين البوليزاريو اليوم لم تعد هناك آذان صاغية لهذا الخطاب التيئيسي العدمي بكونها منطقة محتلة ولم تعد هناك حركات أو تحركات تستغلها داخل الأقالين الصحراوية والنجاح مائدة جونيف وكون الأمير العام دعا الطرفين إلى مائدة أخرى في مارس جعلها الآن هي في مرحلة حصار وبالتالي أرادت الهروب إلى الأمام عن طريق افتعال تحركات داخل المنطقة العازلة لتقول لرأي العام أنني متواجدة ولكذلك لمن ما زال يستمع لخطابها أرادت أن توهمه أنها ما زالت حية وأنها ما زالت مؤثرة في الساحة السياسية أشكرك جزيلا من الرباط السيد مصطفى عماية الباحث المختص في شؤون الصحراء المغربية ترجمة نانسي قنقر